على بركة الله، إذا سألني أحد التلاميذ عن معلومة لا أعرفها، فإنني أجيب على السؤال بأي معلومة لدي، أتجاهل السؤال، أوجه الإجابة وأطلع على المصادر ذات العلاقة، أطلب من التلاميذ الإجابة عن السؤال بأي صورة، أوجه الإجابة وأطلع على المصادر ذات العلاقة عند تقويم التلميذ، يجب على المعلم أن يعمل على جمع معلومات عن التحصيل الأكاديمي للتلميذ، يعني المعارف السابقة للتلميذ يعتبر مفهوم تشكيل السلوك من مفاهيم نظرية الاشتراط كلاسيكي، الاشتراط إجرائي، الاستبصار، المحاولة، والخطأ إذا قام أحد الموجهين بزيارة المدرسة، فإنني أخذ بآرائه، أناقش وأخذ منه وأترك، لا أهتم بمقترحاته، أتمسك بآرائي، أناقش وأخذ منه وأترك يرى خبراء القياسي أن إعطاء الطلبة فرصة اختيار بعض الأسئلة في الاختبارات المقالية مطلوبة لأنها توفر العدد لكل طالب، مطلوبة لأنها تمثل المحتوى الدراسي بشكل أفضل، غير مرغوبة لأنها تجعل معايير المفادرة بين الطلاب مختلفة، غير مرغوبة لأنها تضيع وقت الطلاب في انتقاء الأسئلة غير مرغوبة لأنها تجعل معايير المفادرة بين الطلاب مختلفة يعاب على المناهج التربوية في الدول النامية بأنها تهتم وتقف عند مستوى المعرفة والتذكر التقويم التركيب التطبيق المعرفة والتذكر أي أنواع التقويم التالية يصلح لتحديد نجاح ورصوب التلميذ أكيد فهو التقويم الختامي الذي يكون في آخر السنة يقصد بالسلوك في علم النفس حسن السيرة كل ما يصدر عن الإنسان من نشاط التصرف الطيب للإنسان الاستجابة الواعية للمثيرات أكيد فهو كل ما يصدر عن الإنسان من نشاط الذاكرة التي تحفظ المعلومات بالكامل لفترات طويلة عن الإنسان هي الذاكرة طويلة الماذا الهدف السلوكي من أن يلخص الطالب موضوعا ما هو قياس المعرفة الفهم التطبيق التحليل العلم الذي يهتم بالمشكلات التي قد يواجهها المعلم في الميذان من نوع مدى تخيق الأهداف التعليمية أو معرفة مدى الاكتساب أو مستوى التقدم هو علم النفس الاجتماعي القياس والتقويم النفس الجريبي أو علم النفس الفيزيولو القياس والتقويم يكون أو يجب أن تكون الاختبارات الوسيلة الوحيدة لحكم على قدرات الطلاب خاطئ المدرس المتميز هو الذي يتعامل بنفس الطريقة مع جميع التلاميذ بطريقة مختلفة بحسب وضعيات كل تلميذ بالطريقة التي توصيه بها الإدارة بالطريقة التي تقترحها عليه أسرة التلميذ تشترط عملية وضع فروض المراقبة المستمرة نعرفة المدرس بالأطار المرجعية نعرفة المدرس بالتوجهات الوجدانية للتلميذ نعرفة المدرس بطرق التدريس كل ما ذكره سابقا هو يكتفي أو يجب أن يعرف الأطار المرجعية التحصيل الدراسي فهو الفترة القدرة المتوفرة على أداء عمل دراسي أصدر المجلس على التربية والتكوين تقريره الأول سنة 2008 تتمثل القدرات المعرفية العليا في الرسم والكتابة التحليل والتركيب الملاحظة والإنساط التقليد والمحاكاس تتمثل القدرات الحس حركية في المقارنة والنقض التواصل الكتابة والرسم الأشكالة والمحاجة تقوم طرق التعليم التقليدية على اعتماد طريقة حل المشكلات تبني طريقة العمل بالمشروع تبني طريقة العرض والإلقاء تبني طريقة العمل بالوراشات تبني طريقة العرض والإلقاء تبعية المتعلم المدرس الفكرية يمكن اعتبارها مؤشر على كفاءة المدرس مؤشر على قصور فكري للمتعلم مؤشر على اعتماد طريقة كرياسيكية في التعليم مؤشر على مثالة العلاقة بين الأستاذ والتلميذ فهي مؤشر على طريقها كراسيكية في التعليم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله